حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فرد سعد ردا خافيا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خافيا لتكثر علينا من السلام قال فانصر فمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فوضع فاختسل ثم ناوله أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفراء وورس فاجتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم أصاب من الطعام فلما أراد الانصرا فقرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أركب فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصر فقال فانصرفت حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن القاسم ابن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس ابن سعد قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصو مع شراء قبل أن ينزل صيام رمضان فلما نزل صيام رمضان لم يأمرنا ولم ينهن ونحن نفعله حتى عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتقال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل عن عبد الرحمن بن أبي عمية حتى أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس فأخرى عن السرج وقال إركب فأبى وقال له قيس بن سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الدابة أولى بصدرها فقال له حبيب إني لست أجهل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أخشى عليك حان أبو النظر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد بن عبادة قال ما من شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيئا واحدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفتر قال جابر هو اللعب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت منصور بن زذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين قال فضرباني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بل قال لحول ولا قوة إلا بالله حسنا يحيى بن إسحاق قال أخبراني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكري بن سوادة عن قيس بن سعدي بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي طبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالمي حسنا حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة قال حدثنيه أبنه بيرت قال سمعت شيخا من حمير يحدث أبا تميمين الجيشانية أنه سمع قيس بن سعدي بن عبادة الأنصارية وهو على مصر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي كذبة متعمدة فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر أتعطشانا يوم القيامة ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء قال هذا الشيخ ثم سمعت عبد الله ابن عمر وبعد ذلك يقول مثله فلم يختلف إلا في بيت أو مضجع